السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي وصفة اخرى اليوم عنا صايف معكم الخبيزات السميد اللي ما كيستقش معهم الخبيزات السميد بحلي في البولونجي تماما كما كتشوفو في الصورة كيجيو خفافين وهشاشين صراحة ولي عندها الفران اوتيمات بالسفد اللي بنا طلبوني كيفاش يستقل معهم الخبز في ذاك النوع دي الفران فغاي نوريكم السير كيفاش يجيوكم الخبيزات الشاشين بدون دقيق ابيض يعني متستعملوش قاع فورس ويجيكم بحال هاكا خبز صحي وزوين وبلما تشريوه من البولونجي ما قتعرفوش اشنو كيضيفو معهم واش المحسينات وشنو كيضيفو معاه غتطيبوه على يديكم وساهلوا بدون يعني ما كدلكي او لاشي حاجة غادي غا نوريكم السير شوفوا تبارك الله كيفاش كيجيه شيش وفش فش من الداخل فالمقادير انا غادي نقولهم معاكم بشوية بشوية فتقريبا جزله هو فوقق نصف ديال السميد ست Diego مع القهو صغيره ديال الفضار Integration مواعمل ما هي؟ مع القهو صغيره ديال الفضار ومقال قليلز زيتون ومالقه كيفيره ديال تقريبا كل ساس ميادة نصف ز اضع زلاف ونصد الماء وكيف تكون لما عندها العجانة يعني تخلطه ويتضيعه في بلسيكو وتجبره من ذاك البلاسيكو ويتضلكه بيديها شوية مزيان لحقاش سميضة او اللي اضرته حتى فينه كي يبغي شوية يدليك هنا اضرته فالمكينة حتى مبقاش مفرتت بحل رقم عارفين سميضة كتبقى مفرتها وخليتو يصفر شوية سكت الماكينة وخليتها تقريبا 1-10 دقائق وعادة وتاني خلط تحتها ولا تجمع من الجناب يعني كتخليوا الماكينة كتدور حتى كتولي نقيع منيك تبقى تبقى لكم العجينة ما كتلسقش في الجناب سفي عرفورها القاوم ديلا ولا مزيان سفي حيدوها وكما كتليكم العجينة ستبقى مرخوفة كي يجيكم الخبز كي يجيكم انفشفش وهشيش ورطبوا كتجيكم الخبزة منيك تهزوها كتكون خفيفة لا تجمعوها بالسميد او بالطحين او بشي حاجة حيث كي يبقى يشتربها دكشي وكتجيكم قاسحة نديرو غيط يجيكم في شوية دلزويتة او في شوية ديلا الماقي سيدك بالماء او بالزويتة بالاحسن ديري زويتة يزيط الماء ايدها عادية صافي وديري كويرة صغيرة ومرين ما تديروهمش كبارين وكما كتليكم شوفوا العجينة كيفاش دير القاوم ديلا يعني جارية شوية يعني تخليوها شق قاسحة كتليكم السميد كتبقى شوية تكون جارية ما تكون شق قاسحة بزاف ودلكوها شوية ومزنت يبليكم ما بقاش اللون ديلا السفر بزاف يعني كتكون ديلا الحبيبات مقناش كنحسو بيهم وخليوا العجينة ترتاح شوية ادعو ودعو تدلكوها المرة الثانية صافي من بعد ما كتليوا ديلا يكون في زويتة وكتديروا كويرة هاكا صغارين ضروري يديروا ورقة ديلا الفرق باش ميلسقش ليكم وحطوهم بدون مديروا السميد السميد ديروها غير من الفوق وإلا عندكم الكيتور ولا شي زوار ولا شي حاجة ديروها كاش ريطاس ما عندكم مشي مشكلة أنا ما عنديش دك شعيف ما بغيش نديرهم بالموس حيث ما كيتدرش مزيين صافي ودير السميدة هاكا من الفوق باش كي يجلوين زوين كما كتليكم سكر ما كتديروش بزاف والفرران ما تديروش طاوات بجوج في الفرران ديال ايتيمات أنا اللقطة ديال الفرران استحاب راتي صورتها ولكن أنا ما صورتهاش لكن السر هو أنك تشعلي الفرران حد لحد ويكون سخون من فوق ومن تحت يكون طايب على الدخل الطاوة بحال هاد الطاوة هادى الدخلات تكون حطها الفوق هو شاعل من فوق ملتحت حطيها الفوق ما تحطيش جوج طاوات حيث لاحطيس فيها جوج طاوات وخاكين جوج بلايس خبز يجي قاسح بحال هذه السخونية لا تكفاش ويمكن يجو بحال ما هكا يعني يجو حشاشين وخفافين يعني تخليوهم قتليكم شاعل عليهم فرران من فوق ومن تحت على دراجة حرارة دياللي عندها فرران ايتيمات بحال ديالي تلتمية صافي ويجو هكا الوين لهم زوين السكر ما تضيروش بزاف غير بشيش دلون وشوفو البنات هانا خليتها بردات وقسمتها معاكم ستجي بحالها كامفش بشا بحال اللي كتشريات تماما من البولونش تماما والاحسن من ناحية هذي سايبتها علي الديك هانتوما تخليوها تخمار تحطوها في اي فرران كتصدق معاكم هانتوما وهانا درت لكم الخبيزة اللي طلبتوني علي علي على الوصفة حيط ديجة كنت بارتاجت معاكم غير نتيجة لو قلتوا لي شاركوا معنا الوصفة انا شاركتها معاكم فما تبخلوش عليها بلايك ومشاركة الفيديو متابعة وشكرا لكم اشتركوا في القناة